معلومات هامة عن كلاب البولدوغ الأمريكي سلام الله عليكم ومرحبا بمشاهدي قناة عالم العجائب كلب البولدوغ الأمريكي هو واحد من أشهر كلاب الحراسة والصيد والذي أصبح من أشهر الكلاب المنزلية حاليا في الماضي كان من أهم وظائفه مطاردة الماشية الضالة والمساعدة في المزرعة لكن الأمر اختلف كثيرا الآن هذه الفصيلة تتميز بجسم عضلي قوي جدا وحيوي لذا يمكنه القيام بالعديد من المهام الصعبة والعمل بجد كما أنه كلب رشيق جدا فيمكنه أن يقفز لارتفاع المتر والنصف أو أكثر في الهواء بالإضافة لذلك فإن كلب البولدوغ الأمريكي ذكي للغاية وحنون مما يجعله كلبا مناسب للحياة مع العائلة أو داخل المنزل كلاب هذه السلالات تحتاج إلى الكثير من التدريبات والتمارين الرياضية لذا فهم يحتاجون مالكا نشيطا وذو خبر عالية يوجد نوعان لكلب البولدوغ الأمريكي وهما كلب من نوع يسمى الجونسون ومن نوع يسمى سكوت وهناك الهجين من الاثنين يمكن لكلاب البولدوغ أن تصبح صديقة مخلصة للعائلة وذلك عن تدريبهم ورعايتهم جيدا صفات ومميزات كلب البولدوغ الأمريكي يعشقه كلب البولدوغ الأمريكي الماشي والتجول لذا فإن تمشية الكلب بشكل يومي أمرا ضروريا لهذه الكلاب النشيطة حتى يتمكنوا من الركض جيدا واللعب وبسبب أنه اجتماعي جدا يكره كلب البولدوغ أن يترك وحيدا لفترات طويلة في المنزل أو الفناء بدون رؤية أصدقائه وقضاء وقت كافي معه شعور الكلب بالوحدة وعدم أداء التمارين الكافية يجعله حزينا ومكتئبا ويفقد الكلب نشاطه ويشعر بالإحباط يجب أن يكون مالك هذه السلالة دوخبرة عالية في التدريب والتعامل مع الكلاب كما أنهم يجب أن يتحلوا بالصبر أثناء تدريب الكلب كما يجب البدء في تدريب الكلب مبكرا فإذا تم تدريبهم جيدا وفي سن مبكر فإنهم سوف يتعاملون بشكل جيد مع الأطفال والحيوانات الأليفة الأخرى سواء قمت بتربية كلب البولدوغ الأمريكي بغرض الصيد والعمل في المزرعة أو لمجرد احتضانه فإنه سيصبح رفيقا وفيا ومخلصا لك وسيقوم بعمله على أكمل وجه لكن يفضل أن يعيش في فناء أو مكان واسع نظر لنشاطه الزائد وحبه للماشي والركض هناك تشابه بين سلالة كلاب البولدوغ الأمريكي وسلالة كلاب الضوغ الأرجنتيني وكذلك كلاب البيتبول الأمريكي وأيضا كلب الأمريكان بولي نظر للتشابه بينهم ولكن حجم كلاب البولدوغ الأمريكي يكون أكبر قليلا قد يكون البولدوغ الأمريكي مرتابا قليلا من الضيوف لذا يحتاج إلى التدريب جيدا حتى يعرف كيف يتصرف مع الضيوف المدعوين شخصية كلب البولدوغ الأمريكي كلب هذه الفصيلة هو كلب ودود وذكي وعاطفي وعلى الرغم من شخصيته اللطيفة إلا أنه دائما ما يكون مرتابا من الغرباء هذه الصفة تجعل منه كلب حراسة ممتاز ولكنه يحتاج إلى تدريب جيد حتى يمكن التعامل مع الغرباء والكلاب الأخرى والأطفال ولحسن الحظ فإن ذكاؤه يجعله قابل للتكيف والتدريب بشكل سريع لا يمكن تربية كلاب هذه السلالة في الشقق أو المساحات الصغيرة التي لا تسمح لهم بحرق الطاقة فعندما لا تقوم هذه الكلاب التمارين الكافية والحركة فإنهم يصبحون مدمرين نفسيا ومحبطين ومكتئبين تاريخ كلب البولدوغ الأمريكي ونشأته إن أجداد البولدوغ الأمريكي هو البولدوغ الإنجليزي القديم والذي أحضر إلى أمريكا الشمالية من قبل المهاجرين من الطبقة العاملة الذين أرادوا الاحتفاظ بكلابهم العاملة لمساعدتهم في المزارع قام المزارعون بتربية تلك الكلاب وتعليمهم وتدريبهم على الأعمال الزراعية وقد ساعدت بعض الصفات التي يتميز بها كلب البولدوغ الأمريكي على التعامل مع الماشية والصيد مثل خفة الحركة والذكاء والولاء كما أن الصفات الجسدية للكلب جعلته قادرا على مطاردة وصيد الخنازير البرية في أمريكا الجنوبية فللكلاب فكين قويين وشسد عضلي قوي ورشيق لكن هناك جزء حزين من تاريخ البولدوغ الأمريكي أيضا فقد كانت تستخدم هذه السلالة في الأصل في الرياضة البربرية كطعم للثور وبحلول نهاية الحرب العالمية الثانية انقرضت سلالة البولدوغ الأمريكي تقريبا حتى قام بعض المربين بالتجول في الجنوب بحثا عن عينات لأهياء السلالة مرة أخرى أما اليوم فإن هذه السلالة ليست في خطر القراض وهو في الغالب قد أصبح رفيقا وصديقا مخلص للعائلة وأصبح يعيش حياة هادئة حجم كلب البولدوغ الأمريكي هذه السلالة أطول قليلا من البولدوغ الإنجليزي والفرنسي فقد يصل طول الكلب البولدوغ الأمريكي القياسي من 50 إلى 76 بوصة ويصل وزنه من 27 إلى 52 كيلوغرام عندما يصلون إلى مرحلة البلوغ قد يكون كلاب هذه السلالة معرض لبعض الأمراض مثل اعتام عدسة العين أو الجارب أو القصور الغدة الدرقية كما أن الكلاب قد يعاني من مشكلة السمنة في وقت مبكر من حياته وقد يصاب بأمراض أخرى مثل تشوه مفصل الفاخد متوسط عمر البولدوغ والمشاكل الصحية التي قد يصاب بها إن متوسط العمر المتوقع لكلب البولدوغ هو من 10 إلى 16 سنة هذه السلالة من الصعب عليهم تحمل التقس الحار خاصة أثناء ممارسة الرياضة ومن المهم التأكد من أن لديهم ما يكفي من الماء ومراقبتهم والتأكد من أنهم لا يعانون من مشاكل في التنفس طرق الاهتمام والرعاية بكلب البولدوغ يجب عليك الحفاظ على زيارة الطبيب البيطري بشكل دوري حتى تتمكن من التمعنان على صحة كلبك يجب عليك تنظيف آدانهم أسبوعيا وخص الأدافر شهريا والعناية بالأسنان من المهم جدا أن تحافظ على تمشية الكلب بشكل يومي وتوفير مكان واسع له لكي يستطيع اللعب والركض حتى لا يشعر بالملل والإحباط الأطعم الملائمة لكلاب البولدوغ الأمريكي يجب عليك وضع نظام غذائي مناسب لوزن كلبك فاحتياجات الجار في الطعام تختلف كثيرا عن الكلاب البالغة من الأفضل أن تسأل طبيبك البيطري أو الأخصاء التغذية عن متطلبات الغذائية المحددة لكلبك بشكل عام يجب إطعام الكلاب أنواع الدرايفود الموثوقة بها وتجنب المنتوجات مجهولة المصدر كما يجب الاهتمام لوزن الكلب حيث أن هذا الكلب معرض للإصابة بالسمنة بشكل كبير إذا لم تهتم بمواعيد الطعام والوجبات بشكل صارب كما هو الحال مع معظم السلالات يجب أن يبدأ تدريب كلب البولدوغ مبكرا فطالما أنه مدرب بشكل صحيح فإنه سيصبح رائعا مع الأطفال ومخلص جدا لجميع أفراد الأسرة ما المهم أيضا تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل صحيح لتجنب الحوادث حتى مع الكلاب المدرب جيدا يجب عليك الإشراف عليهم دائما عندما تلعب مع الأطفال للتأكد من أن الأمور لا تخرج عن السيطرة فالبولدوغ الأمريكي هي حيوانات كبيرة وعملاقة ويمكن أن يؤدي اللعب بشكل مفرد إلى بعض الإصابات ونفس الشيء مع الكلاب الأخرى فطالما أن البولدوغ مدرب جيدا فسيتعامل معهم بشكل جيد وهذا لا يمنع مراقبتهم أيضا وخاصة عندما يلعبون مع كلاب صغيرة يسهل إصابتها وهذا كل شيء عن كلاب البولدوغ الأمريكية وإلا أن أراكم في حلقة قادمة لا يزعوني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة